كثير من طلبة الجامعات يعملون أثناء الدراسة ومنهم من يلتحق بدورات تدريبية تمكنهم من تنمية مهاراتهم الحياتية والبعض الآخر يتجه للتخصصية في انتقاء دورات ومهارات تصب في صلب موضوع دراسته الجامعية لما لذلك من أثر في فتح مجال فرص العمل أكثر من من يقضي ويمضي فتر الدراسة ما بين الجامعة وأزقتها والبيت لم يكتفي خريجي الجامعات الأردنية بشهادة ورقية توضع على الحائط بل بادر أكثرهم بارتياد العديد من الدورات فكان المجال الإعلامي الوجهة الأكبر لهم نظرا لأقبال الشباب على ورشات الإعلام فعزمت مديرية ثقافة الكرك بعقد ورشات تدريبية مع مختصين في هذا المجال من الإعلاميين فكانت ورشات متعددة أولا بداية كانت عقدة ورشات في الإعلام بشكل عام حتى يكون في حوار وطني شامل ما بين هؤلاء الشباب على هذه المفردات وتوصيل الرسالة الإعلامية بعيدا عن النعرات وعن التشويش بالمعلومة أن تكون واضحة ودقيقة الملفت للنظر أن من يرتادون هذه الدورات لم يكونوا محصورين على سن الشباب بل كان للفئة الأكبر عمرا دور فعال فيها دورات تدريبية تسقل مهارة المتدربين تعطيهم المهارات الكافية في العمل الإعلامي هناك عدة فوائد أنه أنا رايح يعني أستفيد منها اللي هي تفريغ خبرتي في الشؤون العمالية والنقابات والقوانين والأنظم والتشريعات في الاستفادة في العمل الصحفي من خلال إفادة المجتمع لأنه أنا شايف الصحافة والإعلام هي أكثر وسيلة في إيصال المعلومات للمجتمع خاصة في ظل اجتياح الإعلام الرقمي زي ما احنا شايفين هذه الأيام كما يقولون التعليم ليس حكرا على أحد فخريجي هذه الدورات على كفاءة عالية لمنافسة متخصصي شهادة الصحافة والإعلام وأصبح الكثير منهم يمتهن الصحافة كعمل مضمون لهم